كل سنة وحضراتكم طيبين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يعني أجمل التكبيرات اللي حنبدأ بإذن الله نقولها الناس كلها بتقولها تكبيرات في الصلاة في الجوامع تكبيرات في البيوت ونعرفة إنه المصريين كمان اللي صايمين واللي بيستعدوا لصوم عرفات بإذن الله ونتمنى لكل حجاجنا المصريين اللي موجودين الأمن والسلام ويرجعوا بألف خير يرجعوا بالبهجة العيد ليه بهجة على فكرة فما تخلوش حد يفسد عليكم أبدا بهجة العيد مهما كانت مهما حتى كانت حرارة الجو بتاع زميلنا مصطفى لما كان بيتحدث عن الجو ويقول حار 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 صحيح إنه حار بس أنا أعتقد إنه حرارة علاقتنا ولمتنا ولمت أهلينا ولمت العيد أجمل وأقوى من أي جو أو من أي حاجة بحب قوي لما الناس بتبقى دخل العيد كده والقلوب كلها فيها بهجة خصوصا عيد الأطحى الكل بيبقى بيتابع طبعا الحرم المكي والناس والوقوف على العرفات وبنبقى في حالة كده جميلة وحلوة وبنبقى طول الوقت الحقيقة عندنا حالة من الروحانيات الحلوة فما تخليش حد يفسد عليك وأنا أتمنى إنه انتوا تاخدوها أجازة حتى من السوشيال ميديا لأنه كمية الحاجات اللي فيها سلبيات اطلعوا منها خليكم بالإيجابيات الحلوة خليكم بالحالة الجميلة خليكم كده بالروحانيات اللي كلنا بنعيش بيها وبنبقى سعداء بيها والحرم هو يعني بجمال ولبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك يعني بجد الواحد بيبقى سعيد وبيبقى مبسوط وإحنا حتى بنتابع وإحنا كمشاهدين بنبقى حسين وكأننا كمان بنمارس نفس التقوس وبنبقى في كل البحكة إن شاء الله تبقى لمتكم لمة العيلة بمنتهى البساطة مهما كانت الظروف اللما ملهاش علاقة بالظروف اللما لمة قلوب وإن شاء الله تسعده ويبقى عيد جميل على حضرتكم اشتركوا في القناة